خليني أوريكم بسرعة مجموعة رعاة ساعدونا وكانوا موجودين معانا في العالمين الجديدة عشان تشوفوا كل الفعاليات بتاعة مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية عشرين أربعة وعشرين دول كل الرعاة بنشكرهم من أولهم لآخرهم من كبرهم لكبرهم عشان دول اللي ساعدونا أن يبقى فيه فعاليات في مهرجان العالمين الجديدة في كل حد وكمان أنا طبعاً هقول لكم كل الناس اللي وراء السطارة اللي خلوكوا تكونوا موجودين هنا وفرحانين ومبسوطين وفيهم ناس كتير هستأذنكم إن إحنا نعرضهم بسرعة عشان تشوفوا الناس اللي وراء مهرجان العالمين الجديدة ودي بس جزء ونسبة بسيطة من ألاف اشتغلت عشان خاطركم كمان عايز أقول لكم على الناس اللي عملت ايدنتي وهوية للمهرجان من إعلان لفيلم لأغنية لمصرحية أسمع لهم منكوا تسقيفة كبيرة أو الناس دي تعبت عشان تعملكوا حاجة ترضي زقكوا وتبسطكوا عملوا أغنية وعملوا إعلان وعملوا مصرحية وعملوا فيلم كلمات وألحان وغناء أمير وكل الأسادزة طبعاً عشان لو ملحقتش أذكر أسمائهم دي كل الأسادزة اللي اشتركوا في الأعمال اللي عبرت عن هوية والايدنتي بتاعة مهرجان العالمين كمان عايز أذكر الشركات كلها اللي اشتغلت والشركات دي هنقف معها وقفة بقى أولاً بيجروب بيجروب يا جماعة دي الشركة اللي عملة الستاب وعملة الانتاج بكتاع كل المسارح وكل الكلام اللي انتوا شايفينه ده دي أس بلاس اللي عملة البراندينج والهوية البصرية بتاعة المهرجان وعلى فكرة دي الشركة اللي بتتعاقد مع كل النجوم اللي جات هنا في العالمين الجديدة وطبعاً المتعاقدين مع ويجز ايتوس رجالتنا الوحوش اللي موجودين هنا اللي بيحمونا وبيأمنونا فكل التحية ليهم بي او دي رجالة الاعلانات واللي بيجيبوا الرعاوه زياد ناجي ورجالته كلها ودي أس بلاس طبعاً نورهان يوسري وبي جروب ظهور الفئي مش عايزان تسحد يعني وكليكس ويو ام بي طبعاً الحج اسلام عبدالحكيم فينا جماعة الحج اسلام المكسر الدنيا هنا حج اسلام وايجيبشن او الدور وهي لايتز حمد عرفة وطبعاً وزارة الثقافة وزارة السياحة والاثار وشابور يادة ورجال التسكارتي كل التحية رجال التسكارتي يا جماعة اللي هنا اللي بيدخلوا الناس وبيرايحوا الناس فكل دول تحت مزالة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي وراها جماعة جيوش عملت شغل جامد جداً عشان انتوا تكونوا مبسوطين وفرحانين وقبل ما انسى بعد ما قلت الشركات دي أنا عايز اسمع تحية كبيرة قوي بقى للعاملين من أصغرهم اللي بيتعبوا من ستة صباحاً لغاية آخر الليل ونص الليل عشان كل الناس تبقى مبسوطة فاسمع لهم تحية كبيرة قوي عشان نجبر خطيرهم ومن الشركات عايز اوريكوا شوية حاجات عن الفعاليات على فكرة جماعة المكان ده المكان ده السنة اللي فاتت كان صحر ما كانش موجود مصرح فبقى ايوة رينا جي فيها عمر دياب ومحمد مونير وجي فيها كاس التسعين ايهاب توفيق وحمدي الشاعري وهشام عباس وغيره والنهاردة طبعاً وجزوا قابليهم كايروكي ومصار اجباري وحمزة نامرة وسعاد ماسي دول كلهم في المصرح اللي احنا موجودين عليه ده اللي السنة اللي فاتت ما كانش موجود كمان المصرح الروماني اللي جات عليه دي انا حدد وجي عليه عمر خيرت ومتحط صالح المنطقة الشاطئية اللي اتعمل عليها فعاليات كتيرة جداً 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 غير طبعاً وقبل كل ده التشريف الرئاسي وجود الحكومة المصرية ممثلة فيه وزارات كتيرة جداً جات 13 وزير ومنهم كمان حتى وزير الإعلام الفلسطيني يجي وشرفنا وعلى فكرة الشاطئ المجاني دي استقبلت جزء كبير وعدد كبير جداً من إخواتنا وأهلنا في فلسطين الشاطئ المجاني يا جماعة كان بيستقبل في اليوم تقريباً 2000 بني آدم يعني 60 ألف في الشهر الشاطئ المجاني لدوي الهمم والطلبة كان بيستقبل في اليوم تقريباً من 500 ل600 بني آدم يعني بنكلم في حوالي 15 ألف بني آدم خلال الشهر اللي فات دي كلها نبزة صغيرة قوي عن الفعاليات اللي حصلت في العالمين مش عايزة أطول عليكو بس أخيراً ما عليش دي اللجنة العليا اللي نظمت مهرجان العالمين الجديدة أستاذ عمر الفئي رئيس اللجنة العليا للمهرجان وأستاذ قصواء الخلالي مديرة المهرجان والتخطيط والمحتوى المهندس عمر أحمد المدير التنفيذي لمشروعات والتنصيق المدير التنفيذي للمحتوى الفني والدرامي الأستاذ أحمد فايق والأسادزة بقى كلهم ناشواجات فتحي بدر طرق شرف علي مرعي أمجة سلامة وقال عبد العزيز محمود التوني محمد عبد الباقي كل التحية والتقدير للناس دي اللي تعبت وشائت عشان انتوا تتمتعوا وتتبسطوا في أجازتكو في العالمين الجديدة فاسمع لهم تسقيفة عشر خطري لأن الناس دي تعبت قوي 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 ترجمة نانسي قنقر